وفي تفاصيل الملف الأمني والاجتماعي العراقي أعرب المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد تأييد حزبه لاعتماد سجل الناخبين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية في إجراء الانتخابات التشريعية للمرلماني إقليم كردستان المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي وحول الاجتماع بين حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني قال أنه سيركز على مسألة المكونات في الأقليم وكيفية مشاركتهم في الانتخابات مبينا أن الديمقراطي أوصى مؤسسته للانتخابات ترك هذه المسألة إلى المكونات لتقرر بأي شكل وألية تشارك مضيفا ونحن ندعم أي خيار تتوصل إليه ولن نكون أوصياء عليها